كما سبق القول فإن القاعدة الأساسية لنظام القيد المزدوج هي أنه لكل عملية مالية طرفان أحدهما مدين والآخر دائن ولابد أن يتساوى المدين مع الدائن هذا الأمر هو الذي يحقق ما يسمى بالمعادلة الأساسية أو معادلة الميزانية والتي تعني الأصول تساوي حقوق الملكية زائد الالتزامات وتظل هذه المعادلة معادلة الميزانية في حال التوازن طوال الفترة المالية بمعنى أن كل عملية مالية تحدث في الشركة أو في المنشأة يكون لها تأثير متوازن على طرفي معادلة الميزانية بحيث تظل هذه المعادلة في حال التوازن طوال الفترة المحاسبي النظام المحاسبي ودورة تشغيل المعلومات المحاسبية يجب أن يتم تصميم النظام المحاسبي بحيث يمكنه تحقيق الوظائف التالية 1. تجميع كافة البيانات الاقتصادية المؤثرة على المنشأة 2. تحليل الأثار الاقتصادية للمعاملات والأحداث المؤثرة على الوحدة 3. قياس وتسديل وتبويب كافة الأثار الاقتصادية 4. ثم أخيرا تلخيص وتقرير الأثار الاقتصادية في القوائم المالية الدورية وذلك لخدمة متخزي القرارات 5. ولأن النظام المحاسبي يقدم مدخلا منظما ومنثقا فيما يتعلق بتشغيل المعلومات ومعالجتها 6. من صورة البيانات الاقتصادية في شكلها الخام التي تؤثر على الوحدة المحاسبية 7. وحتى الوصول إلى النتيجة النهائية المتمثلة في إعداد القوائم المالية الدورية 8. لهذا فإن النظام المحاسبي ينطوي على دورة لتشغيل المعلومات المحاسبية غالبا ما تسمى بالدورة المحاسبية 9. هذه الدورة المحاسبية تتكرر في كل فترة محاسبية 10. وهذه الدورة بتعكس التسلسل المنطقي لخطوات الدورة المحاسبية والتي تمر بعدة خطوات نبدأها على النحو التالي 11. الخطوة الأولى من دورة تشغيل المعلومات المحاسبية أو الدورة المحاسبية تتمثل في جمع البيانات 12. القيام بجمع البيانات الاقتصادية في شكلها الخام عن كافة الأحداث التي تؤثر في الوحدة الاقتصادية 13. والسؤال هنا هل كل بيان يتم تجميعه؟ 14. الإجابة أن هناك شروط يجب توافرها في الأحداث والعمليات الاقتصادية التي يجب أن تسجل في دفاتر المنشأة 15. أول هذه الشروط أن تكون العمليات قابلة للقياس ويمكن التعبير عنها بوحدة النقد السائدة 16. بمعنى أن أي حدث أو أي عملية لا يمكن قياسها في شكل نقدي فهي غير قابلة للتسجيل في الدفاتر 17. الشرط الثاني لا بد أن يكون لهذه الأحداث تأثيرا على المركز المالي للوحدة كي يتم تسجيلها في الدفاتر 18. الخطوة الثانية من دورة تشغيل المعلومات المحاسبية أو الدورة المحاسبية وهي الخاصة بتحليل المعاملات الاقتصادية 18. حيث يتم تحليل كل معاملة لتحديد وتقدير آثارها الاقتصادية على الوحدة المحاسبية من خلال النظام المحاسبي 19. ومحصلة هذا التحليل تنتج في قياس الأثر الاقتصادي للمعاملة المعنية على الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإرادات والمصرفات والتدفقات النقدية 20. أي على كافة عناصر القوائم المالية الدورية 21. الخطوة الثالثة تسجيل المعاملات الاقتصادية في دفتر القيد الأولي وهو دفتر اليومي 21. حيث يتم استخدام دفتر القيد الأولي كما ذكرنا سابقا لتسجيل كافة المعاملات والأحداث التي قامت بها المنشأة على حسب ترتيبها الزمني أو على حسب تسلسلها التاريخي وفقا لمفهوم القيد المزدوج والذي يعني ضرورة تساوي الجانبين المدين والدائن لأي عملية محاسبية 22. وغالبا ما يكون هناك نوعان من دفاتر القيد الأولي هما دفتر اليومية العامة ودفاتر اليوميات المساعدة وكل ذلك يتوقف على حسب حجم العمليات التي يتم تشغيلها داخل الشركة وعلى حسب حجم الشركة نفسه أو ذاته 23. الخطوة الرابعة ترحيل العمليات التي سبق تسديلها في دفتر اليومية زمنيا ترحيلها لدفتر الأستاذ 24. فبعد التسديل الأولي في دفتر اليومية فإن الخطوة التالية هي تحويل تلك المعلومات إلى دفتر الأستاذ 25. وكما ذكرنا بأن عملية التحويل هذه تسمى بالطرحيل وهي تتم في أوقات مختلفة بالنسبة لكل المعلومات وتؤدي عملية الطرحيل هذه إلى إعادة تبويب المعلومات مرة أخرى من الشكل الزمني إلى التبويب النوعي في شكل حسابات في دفتر الأستاذ 25. الخطوة الخامسة تتمثل في إعداد ميزان المراجعة وهي عبارة عن قائمة بالحسابات الموجودة في دفتر الأستاذ العام وأرصدتها 26. ونظرا لأن ميزان المراجعة يتم إعداده قبل إجراء قيود التسوية فغالبا ما يطلق على ميزان المراجعة في هذه الخطوة بأنه ميزان المراجعة غير المعدل أو ميزان المراجعة قبل التسوية 27. ويعد ميزان المراجعة لخدمة الأغراض التالية 28. التحقق من أن الأرصد المدينة تساوي الأرصد الدائنة وفي نفس الوقت هو يقدم معلومات هامة بالنسبة لكل من إعداد ورقة العمل وقيود التسوية التي تتم في نهاية الفترة المالية 29. الخطوة السادسة بعد إعداد ميزان المراجعة 30. إجراء قيود التسوية وترحيلها حيث يتم إجراء قيود التسوية عن طريق تعديل أرصدت الحسابات في نهاية كل فترة محاسبية 31. كي تعبر أو تعكس القوائم المالية عن المركز المالي السليم للشركة أو للمنشأة 32. وإظهار نتيجة عمليات المنشأة من ربح أو خسارة خلال الفترة بشكل سليم تطبيقا لأساس الاستحقاق 32. والذي يعني تحميل السنة المالية بكل ما يخصها من إيرادات أو مصروفات بغض النظر عن عملية تحصيل الإيراد أو دفع المصروف 33. وهذه التسويات كما ذكرنا يتم إجراءها في نهاية العام لسببين 34. بعض الحسابات تكون أرصدتها مزيجا يشمل مكونات حقيقية وإسمية 35. وبعض الأحداث الداخلية والخارجية لا تكون أصلا أدخلت في الحسابات فيتم التسويات لهذا الغرض 36. هذه التسويات يمكن تبويبها كالتالي 37. هناك بنود مقدمة مثل المصروفات المدفوعة مقدما 37. وتعني المصروفات المدفوعة مقدما بأنها مصروفات تم دفعها في الفترة المالية الحالية 38. وهي لا تخص الفترة المالية الحالية لكنها تخص فترات مقدمة 39. ولذلك فإن هذه المصروفات بالرغم من أنه تم دفعها لكن لا يتم تحميلها على قائمة الدخل لأنها لا تخص السنة المالية 40. الإرادات المحصلة مقدما أيضا هي إرادات تم تحصيلها لكنها لا تخص الفترة المالية الحالية 41. تخص فترات مالية مقدمة وهذه الإرادات بالرغم من أنه تم تحصيلها 41. إلا أنها لا تحمل على إرادات الفترة لأنها لا تخص 42. أيضا هناك بنود مستحقة المصروفات المستحقة مثلا والمصروف المستحق هو مصروف يخص السنة المالية الحالية 43. لكن لم يتم دفعه حتى نهاية السنة 44. وبالرغم من أنه لم يتم دفعه لكن يتم تحميله على قائمة الدخل للفترة المالية الحالية 44. بالرغم من أنه لم يتم دفعه لكنه يخص هذه الفترة 44. أيضا الإرادات المستحقة إرادات تخص الفترة المالية الحالية لكن لم يتم تحصيلها حتى نهاية السنة 45. وبالرغم من أنه لم يتم تحصيلها إلا أنها تحمل على إرادات الفترة لأنها تخص البنود المقدرة 45. وتتمثل في استهلاكات الأصول الثابتة حيث يتم توزيع تكلفة الأصل السابت على سنوات الاستفادة منه بطرق متعددة بطرق كثيرة سنتعرض لها في الوحدات القادمة 46. أيضا الديون المشكوك في تحصيلها وهو ذلك الجزء من الدين على العملاء أو على المدينين والذي لا تدري المنشأة هل سيتم تحصيله أم لا 47. من المفترض أن يتم تحديده بشكل فعلي دقيق لكن قد تضطر نظرا لكبر حجم هذه الديون أو لكسرة التكلفة أو الأعباء التي تتحملها الشركة لتحديد هذه الديون المشكوك في تحصيلها بشكل فعلي 48. قد تلجأ المنشأة إلى تقدير هذه الديون المشكوك في تحصيلها في ضوء خبراتها السابقة 49. التسويات الجردية المتعلقة بالمخزون السلعي وهذه سوف يتم التعرض لها أيضا في الوحدات القادمة 50. الخطوة السابعة من خطوات إعداد أو الضورة المحاسبية أو ضورة تشغيل المعلومات إعداد القوائم المالية والتي تشمل كما ذكرنا في الوحدة الأولى قائمة الدخل وقائمة المركز المالي 50. وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات وأيضا قائمة الأرباح المحتجزة 51. ثم تأتي الخطوة الثامنة وهي قيود الإقفال حيث يتم إقفال كافة الحسابات الإسمية 52. الحسابات المؤقتة هي الخاصة بالإيرادات والمصرفات يتم إقفالها في نهاية الفترة المحاسبية ليصبح رصيدها مساويا للصفر حيث يتم إقفالها في ملخص قائمة الدخل 52. الخطوة التاسعة ميزان المراجعة بعد الإقفال والهدف من إعداده هو التحقق كما ذكرنا أيضا من تساوي الأرصد المدينة والدائنة عند بداية الفترة المالية التالية 53. ثم تأتي الخطوة العاشرة والأخيرة وهي إجراء القيود العكسية وهي قيود عكسية يتم إجراؤها في بداية الفترة المالية التالية 54. وهي عكس القيود التسوية التي تم إجراؤها في نهاية الفترة المالية السابقة